بقى أنت تعمل في العالم كل ده عنف واحتلال وحرب يا أخي إغصى عليك ده أنت فضلات عضوية بقايا كائنات حية ده أنت محلل يا لا أنت بشو أخذلك من نفسك ولا إيه بكرة العربات الكهرباء تنتشر ومحدش يبصي لك وساعتها هتتبع بالرخيص يا رخيص لا بقولك إيه أنت عفاشت ولا إيه افتح النور يا ابني أنا ما تزرش افتح النور باش تقفش يعني بعطبك بس أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة بالرمج الدحيح راجع من الشغل تعبان ومرهق بعدما قضيت شبابك على كبر اكتوبر وخلاص البيت قرب ما كان الراحة والسعادة بعد يوم شاق ومرة واحدة تتفاجئ باللمبة الحقيرة بتاعت البنزين منورة زي اللمبة الحقيرة تدمر أحلامك كده ما فيش مرواحة عشان المدام بتصحى الصبح تاني يوم بتحتاج ان هي تاخد العربية بقى فت بتنزل بتلاقيش بنزين شكلك وحش المهم تبتدي تعمل عملات حسابية في دماغك حاجات كده منتل تفكر تحسب عن سعر اللتر ما تضوب في مش عارف ايه التكعبية في قصة اتنين ومش عارف ايه تلاقي ان ميزانية الشعر انضربت نعيد المورة التبطار وساعتها بقى تبتدي تفكر بقى العرفة انت الأحلام العبيضة اللي بتكوننا من أحلامها وإحنا أطفال دي تبدأ تسرح بأحلامك تتخيل ايه اللي ممكن يحصل وتقول اه لو الظهر يلعب معايا ولقيت تحت بيتي بير بترول خلاص تبقى كده خلصت ودعا للفكر مرحبا باليخوت والساعات الروليكس خاصة بعد ارتفاع سعر برميل بترول لأول مرة يكسر حاجز الثمانين دولار من 2014 اللي عنده بير بترول دلوقتي بقى أصبح في عداد المليونيرات بير يعني دولارات كتير يعني مفيش قصات كله كاش يعني مفيش جمعيات يعني يا بارك الدعاك يا أمه لكن خليني أصدم أحلامك الملونة باللون الأخضر لون ملاعب التنس وملاعب الجولف والخيارة دي وقل لك لا يا باب انت فاهم المواضيع غلط أو قد تكون فاهمها صح شوية ولكن مش بالدرجة اللي أنا فاهمها بيها فعلا لو كان الدنيا بالسهولة دي ما كانش أحد يقوله بير بترول إيه اللي عايز تلاقيه تحت البيت ده أنا أخاف عليك منه والله وهيبقي لك القصة ده الوقت هايوه أنا بكلم جد انت فاكت ان كل اللي عنده بير بترول ده بيسعد وينعم ويعيش حياة سعيدة مش كلهم فيش غير الخليج بس يا حبيب الله العظيب من سيما انت فاهم خالص انت ما سمعتش حال ما حصل في بنزويلة خلينينا حكي رابع أكبر دولة منتجة في دول الأوبك والعاشر على مستوى العالم الدولة دي فيها أكبر احتياطي بترول في العالم 300 مليار برميل رقم كبير جدا ده أكتر من السعودية اللي عندها أكتر من 266 مليار برميل بترول تخيل بقى الدولة اللي عندها أكبر احتياطي في العالم لأهم مصدر طاقة في العالم اه البترول أهم مصدر طاقة في العالم احنا بنسمع عن الطاقة الشمسية والطاقة الكهربية والطاقة المش عارف ايه لا يا حبيبي البترول بيوفر تلت اهتياج العالم من الطاقة فتخيل بقى وبتعاني من إيه؟ من مجاعة مجاعة سنة 2011 11% من الأطفال التحت سنة 5 سنين كان عندهم سوق تغذية نسبة تضخم وصلت 2400% أنت متخيل متخيل النسبة عشان أحسس النسبة كبيرة وأنت مش تخيلها ده من أعلى إن لم يكن أعلى نسبة تضخم في العالم على الأقل السنة دي طبعا كل الكلام ده ونقص في الأدوية ونقص في الأغذية 80% من الأدوية مش موجودة طبقا للحكومة ربع البلد تحت خط الفقر فيه مشاكل عنف كتير معدل جريمة مرتفع جدا 89 حالة قتل من كل 100 ألف تخيل كده روح تتفرع لمطش في استاد مليان و89 واحد يموت روح مرحب جدا ما ناس كتير يبدأ تحاول تهرب بقى من الكلام ده حاجة متعبة السؤال هنا إزاي دولة عندها كل هذه الموارد الحقوية وكل هذه الموارد البترولية ويبقى عندها كل هذه المشاكل هو مش المفروض البترول يعني فلوس يعني دولارات والدولارات يعني بترول نقدر قول مش شرط مش دايماً ده اللي بيأسر في حالة فينزويلا مثلا البترول اللي تحسدوا عليه ده ممكن يكون على حسب درسات كتير واحد من أسباب الانغيار الاقتصادي اللي حصل مش عشان البترول وحش لا سمح الله يعني بترول جميل لو لقيت بترول يعني بقى سعيب لي شوية ولكن لأن الدولة كانت معتمدة عليه تقريباً بصورة كلية البترول كان مصدر نص ميزانية الحكومة وكان يمثل 95% من العملة الصعبة فيها فلما نهار سعر البترول في سنة 2014 الدولة قال للناتج القومي بتاعها 45% ليه بقى الكلام ده حصل؟ خليلو الشرح لك الفكرة إن البترول سيكسي جداً فلوسه حلوة مغرية الفلوس دي لما بتكتر بتلهيك عن إنت تعمل صناعات تانية بتعمل صناعة زراعة بتدليها عن الكلام ده وبدل ما تعمل الحاجات دي تستوردها الفكرة إن الكلام ده بيحصل لما بيبقى الوضع كويس رخاء سعر البترول عالي لكن لما سعر البترول بيقل العملة بتقل بتستورد أقل فمتلقيش حاجة أكلها ده زائد إن كون البترول كان مقوي العملة بتاعتك فمخلي على المصانع بتاعتك صعب إن هي تصدر أو حتى تبيع للناس اللي جوه خلال الصناعات دي تندسر وهو ده اللي بيسميه بعد أسازة الاقتصاد والعلوم السياسية بالـ لعنة البترول طبعاً السياسات الحكومية بيبقى لها دور كبير ممكن تبقى دولة فاسدة فعشان كده مش عارفة تمنج الموضوع لكن لا شك إن البترول له دور مهم جداً 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 لأنه سيكسي يخليك تنشغل بيه وتهمي اللي حاجات التانية كانت 1959 اكتشفت هولندا كمية كبيرة جداً من الغاز الطبيعي في حل مبروك نفوح لهم فبدأت طبعاً تصدروا ما أنا مورد من المورد الطبيعية دي نصدرها بقى فالعملة بقت قوية ولكن بدل من الاقتصاد يأمه ويبقى هو كمان أقوى في السبعينات حصلت حاجة غير متعقعة الاقتصاد تدور نسبة البطالة زادت من واحد لخمسة في المئة انتم مش لسه ما بتشفيني غاز طبيعي نسبة للإستثمارات قلت لأن لما العملة قيمتها رتفعت الدولة ما عادتش عارفة تصدر لأن قيمة السلع غالية مش أنت عندك بعمل تبيع والعملة بتاعتك عملة ترتفع وفرحان لي يلبس يعني وبالتالي التصدير بيقل والاستراب بيزيد وده طبعا خراب بيوت للناس اللي بتصنع الحاجة جو البلد لأن لا منه عارف يصدر برا لأن سعر العملة بتاعته غالية ولا منه بيعرف يبيع جوه لأن سعر الناس التانية أرخص منه فالصناعة تقريباً بتموت عشان كده مثلا نشوف دولة زية الصين بتحاول تقلل في سعر اليوان عشان تقدر تصدر في ناس بتبقى فرحانة جدا من سعر العملة وليل عشان تقدر تصدر برا وهكذا تحاولت نعمة البترول إلى نكمة والغاز اللي تفعلوا بيه لبسهم في الحيط الظاهرة دي أطلقت عليها مجالة دا إيكونوميست سنة 1777 دا داتش ديزيز المرض الهولندي اللي بينصف حالات موجود مواهر الطبيعية بالضر الاقتصاد أكتر ما بتنفعها طبعا الكلام ده مش قاعدة عامة عشان بس محدش يقعد يقول لي طب ما فيه أمريكا وفيه إنجلترا وفيه كندا وفيه كل الدول دي ما عندها بترول ليه اقتصادها بقى مش فاشل وعندها هذين مشاكل لا يا حبيبه هوا فيه دي ممكن يكونوا اكسبشنز ولكن في بعض الدول ما زال عندها هذال كم بترول ولكن الدنيا ضاعة عندها زي ما شفنا كيس فينزويلا المهم يعني أنا عايز أقوله إن ما زال فيه دول كتيرة بتوعها في هذا الفخ مش كل الدول لكن ما زال فيه دول كتيرة بتوعها في هذا الفخ برجع أكرر الجملة الثانية عادي سنة 2012 في دكتور العلوم السياسية في جامعة يوسيلا مايكل روس كتب كتابه The Oil Curse الكتاب الحقيقة موسير للجدل لأنه مش بس بيقول إن البترول ليه أثار على الاقتصاد بس في حاجات تانية له تأثير كمان على حياة السياسية والحياة اللي اجتماعية في بعض الدول أه الله زي ما أقولك الحكاية يعني مش حكاية تفويل والامبال اللي انت زعلان من النقل الحكاية أكبر من كده يا حبيبي لما ما تكتب مزاية تهاتفة ومحدودة في الدولة الفقيرة ودرب مثال بدولة زي الكونجو البترول فيها بيساهم بتلتة الاقتصاد وده لأن البترول له طبيعة اقتصادية مختلفة عن باقي الصناعات بيعتمد على فلوس كتير وعمالة قليلة Capital Intensive على عكس مثلا حاجة زي الغزل والنسيج Labor Intensive محتاج عمالة كتير بتستثمر 13 ألف دولار أصاد عامل واحد في الوقت اللي شركات البترول بتستثمر 3 مليون دولار أصاد العامل الواحد فرق مهول بين الرقمين بيوضح قد إيه البترول بيعتمد على الفلوس أكتر من العمال وده ممكن يكون أحد الأسباب اللي خلى البترول يبدل الفحم لأن الفحم Labor Intensive بيحتاج عمالة كتير ولما عندك عمالة كتير سهل إنهم يتجمعوا ويروحوا لك ويخبطوا الببان ويطلبوا حقوقهم بيبقى ليهم قوة تفاوضية أكبر قدام الإدارة وبيخلي الشركة عرضة أكبر لإدرابات لو مطالبهم ما تحققتش لكن أنت كصاحب الشركة مش عايز تتاعد واجه على دماغ أنت عايز تقعد على البرنيمة يتقعد مع جماعة دينماركيين تاكلوا سيفود وتنبسوا وتفرحوا بس تقعدوا بقى لتناشرة ساعة وبعدين تأخذ أسبوع عجازة وأسبوع عجازة وأسبوع عجازة وأسبوع عجازة وأسبوع عجازة تبقى الدنيا جميلة يعني مش هنقد نتعب نفسينا ومي البترول كمان أخذ بالك عاكش التصنيع فالتصنيع أنت بتحتاج مواد دخام لكن البترول نفسه مدى خام مثلا لو فتحت مصنع صبون هتشتري زيوت وكيماوي وحاجات كده من حياتها الثانية وفي ناس أكتر تشتغل ويبقى فيه تجارة كده نوع من نباصل بعض المنتجات بتاعتنا فالبطالة تقل والعجلة الدور ناس كتيرة شغالة لكن لو عندك برريمة لو أفضل كده أنت مش محتاج قوي حاجة من حد حتى هذه البرريمة يوم ما تحتاج تتصنع بتتصنع في الدول الغنية زي سنغفورة وكوريا الجنوبية يعني حتى للفلوس اللي بتتصرف بتطلع برا إيه واحد يقول لي يبقى البترول وعش احنا نتخلص منه بقى قل له انت غشيم يحنا حبيبي افهم افهم أنا عايزة أقول لي هيه ليه فوائد بس الفوائد دي رايحة للدول المالكة إيه الحقول ده بيزود ميزانياتها فبتقدر تصنب بقى في الصحة والتعليم والحاجات ده هي كلها لكن ما بيزودش في اقتصاد الدول الثانية وتاني لما السعر بيقل بتلبس زي ما حصل في النزويل والحكاية مش بس ليها تأثير على اقتصاد والإنتاج لكن ممكن يبقى فيها أثار اجتماعية تأثير اجتماعي روس بيقول إن إنتاج البترول خاصة في الدول الفقيرة سبب من أسباب سيادة المجتمع الزكوري فيها الفكرة إن لما بيبقى فيه بترول بيحصل حاجتين أولاً الحكومة بيخش لها فلوس كتير فبتفرض ضرائب أقل فالعمالة اللي أغلبية هرجالة بيبقى معها فلوس أكتر ما بتدفعش ضرائب بقى وبالتالي كتير من الستات مش محتاجين يشتغلوا ويحصلوا على استقلالياتهم ثانياً الصناعات التصديرية زي ما قولنا قبل كده بتقل فبيقى فرص العمل المتاحة للسيادات أقل إيه وعد يقول لي طب يا عم هو لازم صناعة ما يشتغل في الزراعة حلو الزراعة أقول له لا يا حبيبي أقول له لا إن الزراعة ما بتحققش الاستقلال المادي للست زي الصناعة لا إن العمل الزراعي بيتم على الأرض غالباً تابعة للعيلة بدون أجر فري ليبر يعني بتشتغل الليل للوطن وطبعاً كان فيه كيس مشهورة هو أعرضها في كوريا الجنوبية كان برضو المجتمع ذكوري ولما دخلت الصناعة والستات بتتتشتغل بتتتتحصل على استقلال مادي خلاص الدنيا هتقلبت شوف هو المرأة عاملة ازاي في كوريا الجنوبية نوعية واقتصادية كمان له أصار سياسية الروس بيقولك إن طبيعة الموارد البترولية بتسهل على الحكومة البقاء في السلطة ممكن تبع حاجة وعيسة وممكن تبع حاجة وحشة ما نعرفش بس هي بتعمل كده الفكرة إن لما البترول سعره بيزيد الحكومة بيخش لها فلوس أكتر فتقدر تصرف على خدمة أكتر من غير متزاود الدرايب وده موضوع مهم جداً فلوس الدرايب دي بيروح فيها رقاب لما فيش درايب إن ناس تحبك فضف ده القاعد صح أو لا؟ المسأل الأمريكي يقول لك إيه لا تكسيشن وزوت البرزينتيشن والله مش عايزين تخلونا بلزينتد ما تاخدوش مننا تكسيشن وهو ده اللي بيحصل في بعض الدول فالده معناه إن البترول لعنة في كل الحالات يعني ما بقاش عندنا بترول أحسن ولا بقى عندنا بترول بس نبقى سكية وبنفرج على الحلقات بتاعتي لأننا بقى عندنا بترول وبنفرج على الحلقات بتاعتي لأننا نتعلم دلوقتي قصة النرويج دولة زي النرويج مثلا من غير ما تشوف الحلقات بتاعتي استثمرت عائدات البترول في صندوق استثماري ضخم وصلت قيمته لـ 800 مليار دولار الصندوق ده يمتلك واحد في المية من أسهم العالم الصندوق ده لو خدنا الفلوس اللي فيه وزعناهم على الخمسة مليون مواطن نرويجي كل واحد يبقى مليونير طبعا بالعملة اللي هي الكورونا بتاعته ومش بالدولار يا بس عملة غالية برضو مليونير اتخيل انت توزع فلوس مصر عن مصرين فهيبوا كلهم مليونيرات معهم مليون جنيه فانتاستيك المهم الملخص ان البترول مش في كل الأحوال حاجة وحشة وبرضو مش في كل الأحوال حاجة حلوة البترول في الأول والآخر سلعة طلع ولا نزل اهو بقايا عضوية بتعبى براميل مش هينسى أصله يعني الموارد يا حبيبي مش في كل أحيان حاجة كويسة لازم عندك قناعة يا حبيبي فيش بترول احمد ربنا ده الحمد لله فانا عايزك تشوف البترول تهرم منه ده لعنة ولا كلام بقى مايكل روس غلط قول بقى ده بروفسور في جامعة يوسيل انا شخصيا لو لقيت براميل بترول انا صراحة انا بقى سعيد جدا لان تاني انا برضو عندي معرفة بالكتاب هعرف اتصرف عندي أصدقاء نروجيين ممكن اتكلمه وقولهم الحكومة بتاعتكو عملت ايه الصرف زيهم واعمل فلوس وابقى مليونير معي يا كرونا لكن انت مش هتقدر انت ممكن تعمل حاجات تانية مش مش شرط للبترول يعني في حلقات في المستقبل ممكن تشوفها حلقات في الماضي ممكن برضو تبص لص عليها المصادر الموجودة بتحت وبس وانزل الشرك على القناة ده انا شايف هيبقى فادة لكن لو انت لقيت بترول انت ممكن تدوني انا هديره بخبرتي وممكن امديك 10% من المكاسب لو طلعت يعني بس لكن ابت رول او ابت حنى انا خاف مني خاف مش شرط